مرحبا بكم تعاني معظم الدول العربية من أزمة تفاقم الديون الخارجية في ظل ضعف إمكانيات تحسن الأوضاع الاقتصادية في غالبية الدول العربية وعدم وصولها لمستوى يؤهلها إلى سداد ديونها وفق برامج معتمدة ولقد حذر البنك الدولي من تدخم الدين العام للدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير سوف نقدم لكم في هذا الفيديو ثلاثة دول عربية عجيزة عن سداد ديونها الخارجية لكن قبل البدء المرجو المساعدة في دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد قبل البدء في الموضوع نتساءل لماذا تلجأ معظم الدول إلى الديون الخارجية ومن أين تأتي بهذه الديون وماذا سيحدث لو تخلفت دولة معينة على سداد ديونها هناك العديد من الأسباب التي تجعل الدول تلجأ إلى الديون الخارجية نذكر منها على سبيل المثال زيادة الإنفاق العام والالتزامات المالية وضعف العملة المحلية أمام الدولار وحدوث مشاكل اقتصادية وسياسية داخل الدول وتنفق الديون على استيراد المواد الاستهلاكية من الخارج وعلى بناء المشارع الكبرى وتحصل الدول على الديون عن طريق صندوق النقد الدولي وهو مؤسسة مالية دولية تأسست في عام 1944 يقع مقرها في واشنطن ويبلغ عدد أعضائها 190 دولة ويبقى الهدف من تأسيس صندوق النقد الدولي هو العمل على رعاية التعاون النقد للدول والمحافظة على الاستقرار المالي وتسهيل التجارة الدولية وخفض معدل الفقر في العالم وإذا تخلفت دولة معينة عن سداد ديونها الخارجية فإن هذا سيؤدي عادة إلى تراكم المزيد من الديون والفوائد ويمكن أن يؤدي إلى تابعات اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة على المدى الطويل وقد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها وعلى حياة المواطنين في تلك البلد وتصبح الدولة أقل جذباً للاستثمارات الأجنبية وسيكون من الصعب على حكوماتها الحصول على تمويل من سوق السنادات الدولية مرة أخرى نبدأ بتونس تواجه تونس منذ عدة سنوات أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في تباطئ النمو الاقتصاد وارتفاع معدلة البطالة والتضخم وتراجع مستوى المعيشة لدى الشعب التونسي وزيادة الدين العام الذي تجاوز مئة في المئة من الناتج المحل الإجمال للبلاد ويرجع ذلك إلا عدة أسباب منها جائحة كورونا والتدعياتها السلبية على النمو الاقتصاد للبلاد والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على جميع الدول حول العالم ولقد حلت تونس في المركز الثاني على قائمة الدول العربية المقترضة من صندوق النقد الدولي العام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 8% من إجمال قروض العرب من الصندوق وتعاني تونس حاليا من أزامات اقتصادية ومالية خانقة وقد تسببت في تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية التي تقدر بحوالي 39 مليار دولار وهو ما تسبب في نقص العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية كما أن تونس بحاجة إلى قروض خارجية بقيمة 4 مليارات دولار لتلبية احتياجاتها المالية وخلال السنة الماضية بلغ معدل التدخم في تونس إلى 10% وهي الأعلى منذ أربعة عقود وفي ظل توقعات رسمية من البنك المركز التونسي فقد تصل نسبة التدخم هذه السنة إلى 11% وتعتبر تونس الآن أمام تحديات كبيرة لإدارة هذه الأزمة وتخفيف حدة الضغوط المالية وذلك من خلال تحفيز النمو الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإرادات الضريبية والحد من الإنفاق الحكومي العام بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتحسين الإدارة المالية والمصرفية للبلاد أما فيما يخص الجمهورية المصرية فتعاني مصر من مشكلة كبيرة في الديون الخارجية حيث يبلغ إجمالي الدين الخارج لمصر عوالي 155 مليار دولار وهو ما يمثل حوالي 47 من الناتج المحل الإجمال للبلاد ولقد حلت مصر في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي حيث بلغت ديونها للمؤسسة الدولية خلال العام الماضي وحده 17.7 مليار دولار ويعتبر الدين الخارجي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتشير بعض التقارير إلى أن مصر تواجه صعوبات في سداد ديونها الخارجية وذلك بسبب تراجع العملة المحلية وتدني الإرادات النفطية والسياحية وزيادة مصارف الدين الخارجي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي تشهد البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث انخفضت قيمة العملة بشكل كبير وبحسب تقديرات البنك الدولي يعيش ثلث سكان مصر البلغ عددهم حوالي 110 ملايين نسمة تحت خط الفقر في حين أن الثلث الآخر مهدد بالدخول في دائرة الفقر وكحل لهذه المشاكل المالية تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاقتصاد المحلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإرادات وتقليل النفقات العامة وتتعاون مصر مع الصندوق الدولي وصندوق النقد الدولي لتحسين إدارة الدين الخارج وتعزيز الشفافية والمساءلة ونختم بالبلد العربي الأخير الذي أعلن إفلاسه بالكامل وهو لبنان يتعرض لبنان لأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت دروتها في عام 2019 مع تباطئ التدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد الحكومة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة وتأجج الوضع وإعلان الحكومة اللبنانية على تخلفه عن سداد ديونها الخارجية المستحقة الأمر الذي أدى إلى إعلان دولة لبنان إفلاسها التام يبلغ مجموع الدين العام في لبنان إلى 102.9 مليار دولار وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170% من الناتج المحل الإجمال للدولة مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم وقال حسن دياب إن الاحتياطات لبنان من العملة الصعبة بلغت مستويات حرجة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية ودع إلى مفاوضات عادلة مع المقرضين لأعادة هيكلة الديون إن احتياطاتنا من العمولات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 أذار من اليوروبونت لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعمولات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمات مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني حيث أفقدت الليرة اللبنانية نحو 40% من قيماتها وتعتبر الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها لبنان هي أكبر خطر على استقرار البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد ما بين عام 1905 و1990 ولقد أصبحت الديون الخارجية أكبر من قدرة اللبنان على تحملها وأكبر من قدرة اللبنانيين على تزديد فوائدها